مع عودة بروز المشهد العراقي إلى الواجهة من جديد والتطورات الأمنية المتسارعة فيه بدأ الحديث يتكرر عن وجود تفرعات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش في لبنان هذا الحديث تقاطع مع تردد معلومات تقول بأن التنظيم سوف يتحرك قريبا في لبنان أمين سر القوى الإسلامية في مخيم عين الحلو جمال خطاب وفي حديث خاص لتلفزيون مستقبل نفى أن يكون هناك أيات مجموعات على صلة بتنظيم القاعدة وتفرعاته داخل مخيم عين الحلو الساحة اللبنانية أثبتت الأيام أنها لا تصلح ولا يوجد فيها تشكيلات تنظيمية للقاعدة أو غيرها قد يكون هناك أفراد ينتمون إلى هذا الفكر ولكن كحالة موجودة داخل المخيمات هذا غير صحيح وحول ما أثير عن موجود أنفاق داخل أحد المخيمات نفى خطاب وجود مثل هذه الأنفاق فالمخيم مفتوح لكافة وسائل الإعلام تتجول حيث شاءت فيه المخيم لترى إذا كان هناك مثل هذا الخيال خطاب أكد أن مخيم عين الحلو مستقر وأن جميع القوى حريصة على التهديئة